أصدقائي أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز في كل حلقة احنا بنقدم فقرات وبنقدم جواز وبنقدم هدايا وبنقدم موضوعات مهمة جدا كل الناس اللي بيستنتظرونا وكل الناس اللي بيشوفونا اتأخرنا عليكم علاش المرة دي الفاصل الثاني هنبقى معنا عبير زياد والنهاردة بنرحب بعبير زويري زيك عبير أهلا بحضرتك زيك يا سيد محمد عبير أخبرنا اين الموضوع المهم من قرضنا نتكلم فيه ايه كل الناس منتظرين يكون موضوع جامد أكيد طبعا احنا اخترنا النهاردة موضوع قوي جدا وهو النصب الالكتروني أصدقائي النصب الالكتروني احنا دايما بنتعرض لحاجات كتير في النصب الالكتروني الخداع الالكتروني النصب الالكتروني الوهم الالكتروني بالذات مرحلة الشباب اللي بيتم خداعهم من وسائل كتير جدا 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 سوشيال ميديا بقى عالم مختلف تماماً وكلنا بنتعامل معاه يجب ان احنا نكون حريصين عبير يعني نتكلم عن الموضوع اسمحلي قبل ما ادخل في الموضوع بس حب اهل الجمهور بعيد الحب ويا رب الناس كلها تحب بعضها لان الحب في حد ذاته بيقوي كل حاجة حلوة وبيعمل كل حاجة حلوة ويخليني نحب الحلوة لبعضينا وبيخلي الدنيا كلها ورد في ورد عشان كده عبير لابسنا النهار ده احمر اه طبعاً عيد الحب لازم الدنيا تبقى حب في حب واحنا كمان اللوجو بتاعنا احمر ده ده كل الناس وكل الحب طبعاً ده شيء اكيد مفروغ منه فالحمد لله دي تاني حلقة ليا في الموسم اللي اخترت مع حضرتك الاولاني كان طبعاً المولد والنهار ده عيد الحب يعني كل الحياة بالنسبالي انا الغاية دلاتي ما شاء الله زي الفل ان شاء الله دايماً يا رب يكون في عيات حلوة مع بعضين ومع جمهورنا العزيز وزي ما حضرتك تفضلت وقلت لي قلت لجميع والليم ان النصب الالكتروني فعلاً مشكلة العصر نتيجة ان فعلاً فيه تطور الالكتروني شديد جداً وفيه تفاعلات مع العالم كله احنا مش هنتكلم طبعاً بالنسبة للمصر والنصب الالكتروني في المصر بس لا طبعاً احنا بنتكلم على العموم بس احنا لفت نظرنا وعشان كده حضرتك وانا اخترنا النهاردة الموضوع دوت عشان فعلاً فيه مشاكل كتير جداً جداً احنا شفناها متدولة الايام ديت بقصرة وليكن السبب الفعلي ان طبعاً انا هتكلم اللي انا شخصياً حساه وحضرتك ممكن تقولي احساسي قلات طبعاً طبعاً ان طبعاً ربنا يعافينا اولاً كورونا ما زالت موجودة تماماً واسمح لي معلش هتلاقي كده بتدخل في حاجات كده بنخرج ونروح ونيجي ماشي يافيش مشكلة عشان احنا دلوقتي قاعدين قاعدين محبة بيني وبين جمهوري وبين حضرتك فكلنا مش قفلين يعني لازم كلنا نشوف طبعاً احنا عايزين نوصل يا جماعة عايزين نوصل رسالة كل الاحداث اللي بتمر بينا وبتمر بي وبتمر بعبيل وبتمر بيكو انتو كمان فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ننقلها اه وقتنا قليل جداً احنا محتاجين ساعات علشان نشارك بعض كل الحاجات اللي بنمر بيها لكن على الاقل بنقدر نقول رسالة نقول مهمة نقول لازم نخلي بالنا من ايه فترة الجاية فترة كورونا فعلاً راجع تاني بقوة طبعاً وانا لاحظت الناس للأسف فيه اهمال شديد من موضوع الكمامة والكلام ده كله يا جماعة ارجوكو الدنيا بتتساوأ وسمحوني تذكرت دلوقتي الممثلة نشوى مصطفى طبعاً دي شخصية انا بحبها انا شخصياً بحبها جداً جداً ويريد كلنا ندعي لها ويريد كل طبعاً التعبنين ان هم ربنا يشفيهم خلي بالكو الكمامة يا جماعة هنقولها تاني احنا داخلين على شطة وشايفين وربنا يعافينا كلنا ويعف جمهورنا وكل الناس انا اقولك حاجة انا وعبير كنا عاملين حلقة مع بداية الكورونا كنا مسميينها السلامة السلامة في الكمامة يعني طبعاً بعديها بالضبط بعد العيد انا مريت بتجربة الكورونا عشان بس محدش يزايد ومحدش يقول مريت بيها مريت بيها 40 يوم كنت حاضن استوانت الأكسوجين 7 تيام كنت بخلص 3 استوانات في اليوم جماعة الحمد لله دلوقتي بقى عندي أكساب مضادة الحمد لله لكن الموضوع انا كنت مستهتر بيه بجد الموضوع خطر جداً لدرجة ان عارف أصعب حاجة في الدنيا ان انت تقعد 40 يوم ما بتشوفش حد قاعد خايف كمان النفس يا سيد محمد يعني مش اي حد هيستحمل النفس رايح جاي يعني في ناس ما بتستحملش فالموضوع صعب بجد لازم نخلي بالنا لان احنا لازم نحافظ على نفسنا وعالناس اللي بنحبها نرجع تاني عشان نحافظ على الناس اللي بنحبها هنرجع على الناس بالإلكتروني شباب كتير بيدوروا على فرص عمل شباب كتير بيدوروا ان هما يخشوا مجال التمثيل يخشوا مجال الغنى يخشوا مجال الفني بأي شكل مجال الاعلام بأي شكل اشكال فبيلاقوا عروض كتير وبيلاقوا اعلانات كتير وفيه برضو عندي من ضمن الحاجات طبعا احنا هنقول في البداية ايه اللي خلانا احنا تناولنا الموضوع ده ان فيه بفعلا بعض الناس كلمونا وقالولنا والحقونا ونحلها ازاي طب قولوا على السوشيال ميديا يعني على الفضائيات الدنيا دي ايه عشان الناس تخلي بالها فده طبعا من ضمن الحاجات يعني فيه بعض البنات او الشباب ايا كان بس خلينا في البنات اللي اتصلوا بالفعل قالوا لي ان هما فيه صفحات فعلا على السوشيال ميديا بتعلن عن ان هما محتاجين ممثلين ودي حقيقة فبيتصلوا طيب ويروحوا ولا بيتكلفوا مواصلات لاني فيه ناس طبعا غالبة المواصلات بنسبالهم عاقة جمدة جدا يعني ده شيء مفروغ منه فبيروح مواصلات اهلا بعتقد ان احنا معانا مكلمة معانا مكلمة الو السلام عليكم عليك السلام واركاتو السلام ايه حضرتك يا فنم اخبارك ايه الحمد لله يا فنم مين معانا معاك رجب مناع من السعيد اهلا بك يا سيد رجب واهلا بأهل السعيد الكامل الله يخليك يا فنم انا حصل بس معايا بارس كده على الفيسبوك وكده احب نسمعه يعني معايا يا فنزل اه معاك ايه اللي حصل ايوة كان فيه مشكلة لحضرتك حصلت لك يعني في السوشيال ميديا برضه اه بالزبط كده فنزل اتفضل نسمحها معاك فيه ناس بيديه حاجات على الفيسبوك وكده فانا طلبت كان فارش سيارة سعيدة حلو فانا طلبت تمام عاجبني لاني سكلمتني قالتلي ده بكذا كان بيتمنو يعني حوالي ست وميس جنيه طيب فبعد ما قال لي ده جلد ومش عارف ايه والرسام للبحرط حينها طلعت فوق بعد ما فتحت الفرش ما لقيتش الكلام اللي هي قالت عليه خالص تمام رميتو رميتو يعني حدث رجعه طيب معاك المشكلة مش هيعرف يوصل للمونتج كان مفيش ترجيع للمواضيع دي لأ خالص خالص تمام تمام يعني يجب ان احنا لما نيجي مرسيلي قطور خليك معنا يجب ان احنا لما يجي نشتري من الموقع من موقع الالكتروني لازم نبقى متأكدين من جدية الموقع الموقع يكون لي اسمه مش اي حد بيعلن عن منتج او يعلن عن اي حاجة عايزينها نقدر ان احنا نتواصل معه ونديره فلوس وترجع الموضوع اخطر من ان انت تدور عليه بعد كده اكيد اكيد تمام بنشكرك طبعا وبنشكر اهل الصعيد ونتمنى على طول انها تكون مشارك معانا وعندنا مسابقات كتير في الحلقة ياريت حضرتك تبقى بتشوفنا وتشارك معانا ان شاء الله نتمنى اهل الصعيد كمان يبقوا معانا دايما ويتابعونا دايما في برنامج كل الناس اتفضل شكرا مرسي لك نرجع تاني نرجع تاني من خلال كرام الاستاذ راجب حاليا هو قال ان اشترى فعلا حاجة وطلعت مش مضبوطة طبعا اولا هنا عايزين نقول نصيحة سريعة كده يا جماعة مش لازم الحاجة طالما رخيصة اجري عليها لا لكل حاجة زي ما اقولها لزمان ايه الغالي تمنوا فيه طبعا مش كل الصفحات بتبقى سيئة ومش كلها بتبقى مش مضبوطة بالتالي لازم انا قبل ما اروح اشتري شيء ارجع التعليقات لان دي ده يعني اللي بيشتري حاجة اكيد بينزل تاني بيراجع تاني ويكتب التعليق اسكات كويسة طبعا قبل ما اخش ما لاش كسل الكسل فينا قمصريين عادة سيئة نرجع التعليقات بس انا دايما فيه ما اقولها بقولها مفيش مفيش نصاب دايما لازم يكون فيه طماعة طبعا طبعا يعني مفيش نصاب بينصب غير لما يلاقي فيه طماعة بيتمع في الحاجة اللي مع النصاب عشان كده اي حد بيبيه حاجة تعارف سعرها كويس واقل من سعرها بكتير بيبقى فيه حاجة هو هنا معلش اسمحي يا سيد محمد هو الموضوع برضو يعني نازم نكون حقانيين عرض الطلب هو فيه فعلا فيه ناس طماعة ودي حاجة انا هتكلم فيها بسيطة اكيد طبعا بس هو ممكن من مكالمة رجب اللي حصل ان هو لقى الفرش اولا لا لا مش شخصه انا اقصد على المكالمة اللي جات لنا ايان كانت من اي شخص انا اقصد دلوقتي ان هنا فيه حاجة كمان نازم الجمهور كله ياخد باله منها ان حداك لما بتخش الصفحة بتلاقي الصور واو يعني بتحس ان انت الحاجة دي مفيش بعدها ولا قبلها مش موضوع الفلوسه بس طبعا فبيغريك الشكل اكتر من ما هو التمن يعني فيه ناس بيغريها الشكل اكتر من التمن احنا معنا مكالمة تانية الو الو وصلوا عليكم ايوا عليكم ساركاتو مين معنا عكس حسام البدري استاذ حسامي ازاي حضرتك الحمد لله تماما يا رب ما حصل لكش حاجة ولا حصل لك حصل لك مشكلة برضو حصل لك طب نحب نسمحك الحاجات الواحد بيقول عليها بس عشان يحظل بعض الناب طبعا هو ده اللي وصلنا بالحلقة دي النهاردة نسمعك يا ريت اقول لنا بقى احكي لنا اتفضل احاصل معي برضو مشكلة بس الحمد لله الواحد يمويا شكياني مم يعني في جديد هزال يعني تطفل اه على تطفل تلفين مم لما بدخولها مسلا بيطلبيني مسلا انا ادخل رقم كريدس كاف هايل فالواحد طبعا مش هيبقى مغسل انه ادخل مسلا لرقم كريدس ولا حاجات تماما فالواحد يعني هيرفو الدات تماما يعني فالواحد بس بيوضحها للناس عشان برضو تفضلها من حاجاتي برافو عليك انا انا صديق ليا بعتوله ان هو هكسب سيارة والسيارة دي لازم علشان تجيله مصر لازم يحاول لهم مبلغ من المال وكان فرحان جدا وكان فعلا ابتدى يجمع ودفع وابتدى يجمع عشان يدفع فلما قالوله في خلال 48 ساعة خليك ما انا في خلال 48 ساعة لازم تحاول لنا الفلوس فما كانش قادر يجمع الفلوس فاتصل بيوهم قال لهم انا مش قادر يجمع فقالوله ابعت اي حاجة الله اي حاجة الفخ بقى فخ الموضوع خطير جدا وفعلا بيتضحك على الحد يا امه طمع يا امه بسيط جدا في اهلل يا فاند المال فينا شكل كتير عن ميديا ورسائل بيتواجهنا كتير بس الواحد بيقول السلام ده عشان بعض الناس لازم توقف بالها طب تقول لنا ايه تقول لي ايه الكل اللي بيسمعونا تنصحهم بايه مش ايه يعني انا 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 يعني بقول كل الشباب يعني اللي معنصفه على الميديا او او بيطروا على الفشال ميديا تماما او بيطروا رسائل بيجيز يعني زي اللي بيطعوا الوهم او اشتعواد او اتجل ايه بيطروا بيطروا بينا طبعا لان معنى الاتصالات دي يعني فعلا فيه مشاكل كتير بتحصل ولازم كلنا يبقى قلبينا على قلبه بعض بس برضو اسمح لي اقولك ان رغم المشاكل والنظم الاكتروني بس فيه بعض او معظم نقول المواقع فعلا كويسة وحقيقية بس لازم يكون فيه الجزء من التأكيد ان الصفحة دي فعلا مظبوطة ليه؟ لان برضو في بعض الصفحات بتاخد اسم المنتج اللي هو الاصلي وبينزلوا حرف او حرفين بحيث ان هو ايه؟ يبقى شبيه اللي يخش يعتقد ان هو ده الصفحة الاساسية بتاعت فنازم برضو نقول للناس ان يخلي بالكو من الاسامي الوهمية لان الاسامي الوهمية دي لا تعد ولا تحصى ده موضوع مهم جدا انا مش هحكي مش هقول الاسم فيه فان انا صدقتي اه 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 اتعرضت ان الواتس بتاعها اتاخد منها لدرجة ان فيه حد اتصل اللي هكرز مش هكرز هست ده هي هي اللي بدتهم الاربع ارقام وكل حاجة والتزبيت ازاي؟ ازاي قولينا ازاي عشان برضو الناس تخلي بالك اللي حصل بالزبط ان حد اتصل بيها قال لها احنا عايزينك في مهرجان وعايزين صورة الجواز السفر بتاعك وهنبعتلك رسالة تأكيد ان ان انت معانا في المهرجان ففعلا بعدت والشركة هتكلمك فعلا بعتت لهم صورة الجواز السفر بعد شوية فيه بعد طولها رسالة ان الشركة هتبعت لها المكان الحجز امتى والطيران امتى والسفر امتى وكل حاجة طيب سؤال يا مستود محمد بن كامل انا اصفة هي هنا يعني بعتت بنان عليها اتأكدت ازاي او؟ والسنات الكتير اللي ممكن حد يتصل بيك يقولك احنا عزمينك في المهرجان ده وهي عشان مثلا مشهورة او كده فاعتقدت ان الموضوع حقيقي فبعتولها بقا هتروح فين والساعة كام والتزايا كل حاجة كل حاجة معادة اتذكرت السفر لسا فقالولها علشان نأكل الحجز هنبعت لحضرتك رسالة فيها كود من اربع اقلام يا ريت تبعته لنا في الرسالة وبالفعل الكود اللي جالها من غير ما تاخد بالها خدتوا أرقام وبعدتهم لها وفعلوا الواتس خدوا على طول كوبي بنون شك فبعدناها رسائل مش أنا بس أنا واصدقانا كان مفروض أنها تيجي لإزائع لشان عندنا برنامجة ما موجود أبعت الرسالة بيرد علي بس مش وضودها يعني أنا لما بعتك رسالة أنا عارف وضودك عاملة إزاي فكلمتها في التليفون الواتس بتاعك فعلاً تلع الواتس بتاعها مسروق مانا وما فيش حاجة بتوصل لها ده من ضمن الحاجات ده حاجة برضو إحنا بناخد الدرر وبنحاول نقول نفعه إيه ده اللي ندل على إحنا ما تجلناش حاجة وما نصرحش ونحودها بسهولة وفي نفس الوقت قبل ما أبعت البطاقة أو البسبور أي إن كان الحاجة لازم على الأقل على الأقل أعرف المصدر الأكيد مش مجرد تليفون والمجرد إن أنا مشهوري بمحدش يتحكي عليها بالعكس ده المشهورين هم هم اللي بيتسرقوا أو هم اللي بيبقالعين عليهم أكتر لأن بيعتقدوا إنهم بديعانوا فلوس ونقدر نستغلهم والكلام ده فلازم نخلي بالنا فعلا من الحاجات دي في حاجة تانية برضو من خلال مقالمة الأستاذ حسام التانية كان بيقولك فيه نصب اللي هو عن طريق الشيوخ أو حاجة زي كده على ما أعتقد خليني اسمح لي برضو فيه حد قالي على الموضوع ده والموضوع ده منتشر قوي 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 الناس بالإلكتروني يا جماعة برضو خليني أنا أورلكوا جزء كده بسيط بيجي عن طريق مثلا حد فاتح صفحة طمعا أوكي شخص فاتح صفحة فهو معتقد أنه هو ما ينزل سوى بنت أو ولد كان مش هنحدد أنا دائما نقول كده ما هنحددش النوعية طبعا بتنزل الصفحات بتنزل الصور بتنزل أي حاجة على الصفحات الناس ده المحترفة اللي هما مستنيين الفريسة الحلوة الجميلة دي لما بتنزل هنا النصاب للأسف بيبقى زكاؤه فوق الوصف وعنده صبر زي بالزبط أيوة هنخلي التمساح بيبقى أهدأ وغاية ما يشوف الفريسة تمام ببقى هادي كده لغاية ما يقدر يصطاد الفريسة بتاعته فده اللي بيحسن ما بيقاش ما يستعجل طمع فحضرتك خليني في البنات عشان هما برضو بيبقى بيبقى أشد شوية من الشباب في الجزء ده اللي هو خلي بالك يا بنات صور كما بتحطوها فيه ناس بتحطوها عامة فيه ناس بتحطوها خاصة أي أن كانت ممكن فيه هكرز يخش على الصفحة ويشوفها والكلام ده كله بتحطو كلامكو سواء ستات أو بنات لما بحط التعليق إن أنا حزينة إن أنا تعبانة إنما ومهاكة فيه ناس بقى للصدد يا سيد محمد اسمح لي أقولها بطريقة أو بآخر أنا أحاول أحسن الموضوع اللي هو فيه ناس بتتسيد هذا الوضع عن طريق الأحسيس وده نوع من أنواع الخداع وأصعب أصعب نوع من أنواع الخداع إنه حضرتك فيه بعض الناس لما بتبقى الألام بقى بتنشرها بدون ما تقصد من خلال بوستر مش كتابة بوستر عادي حياتها كلها على الفيس يعني عارفين بيعملوا إيه بيأكلوا ويشربوا فدي كرسة إحذروا من المواضيع دي ده مش يزار خلوا بالكم من نفسكم البنت هنا أو الحاجات دي لما بتحط الصفحة والأحساس بيجي بقى هنا مش هنقول بقى الموضوع مش موضوع نصب إكتروني فلوسه بس يا جماعة لا ده فلوس أحاسيس استغلال حاجات كتير هو ده اللي احنا كنا عايزين نقوله النهاردة في الجزء ده عايزين نقول يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا نصيحة أخيرة عايزة تقولها لكل الجمهور النصيحة الأخيرة يا جماعة السوشيال ميديا عمتا هي حاجة طبعا تطور ما نقدرش نستغنى عنه النهاردة ولو قلنا نستغنى يبقى إحنا ناس مش متقدمين لا طبعا لازم نتعامل معاه بحذر نقول 90% أما كان 99 النهاردة بقى الشغل كده بس لازم تتعامل بحذر اللي حط صفحات خاصة يا جماعة مش أي حد يستقبله قصديق في نفس الوقت الحزينة لو أنت حزينة أو فرحانة استخدميها لنفسك سواء ولد أو منت استخدمها لنفسك مظبور عشان فيه ناس بتستغل الإحساس ده لو واحدة تعبنة أو نفسيتها بيخش لها من الجزء ده بتضطر رئيساعتها يجب أن احنا نكون حذرين جدا في كل تعملاتنا أرقامنا حساباتنا صورنا يجب أن احنا نكون حرصين معهم وأولادنا يجب أن احنا كمان نتابعهم عبير الفقرة مرت بسرعة جدا والموضوع طويل أنا عايز الناس بتوعي أنا عايز أجموري عبير طبعا الأسبوع الجاي نتظرونا مع عبير وإن شاء الله موضوع تاني هيبقى موضوع شايف يا رب بإذن الله هنطلع فاصل أصدقائي وبشكرك عبير أنا بشكرك وبأشكر جمهوري اللي متابعني وخليكم دايما متابعيننا كل يوم خميس الساعة ثلاثة مع الأستاذ محمد وعادر الزهيري وتشرفت بكو كلكم صدقائي هنطلع فاصل ونرجع لكم أصدقائي هنتطر كمان على أطفالنا كل طفل أو كل حد بيتفرج علينا يبعت لنا على الوحطس اللي بيظهر علشان يشوف صور ابن معنا نطلع فاصل ونرجع تاني مع عبير زياد